انا عفظ فضل معك. فضل. الناس الناس اه الناس تيجي تقول لك ايه خلاص هنمشي اتحاد الكرة ده يمشوا تمام طب و مين هيجي بعد يوم اممكن يجي نفس الوجوه اوجوه قديمة طب بلاش وجوه قديمة طب هل في ناس اصلا دلوقتي مؤهلا هتديل الكرة بالشكل اللي انت بتقول عليها نادر ولا اصلا مفيش يبقى اسمنا غيرنا وجوه وخلاص. لا لا فيه. في ناس كي لك كويسة جدا. اه. في ناس كي لك كويسة جدا. اه. وبعد ابلا على كده الاختيار كي باك انت ما دخلتش انتخابات. هو ده اللي الاتحاد ده كان بالتاسكية. اه. يعني اذا زي ما تاني قلت بلة كده. اللي فاز بالتاسكية الناس دي ضرعتنا. يعني الناس اللي هم انتخبوا او زكوا هذا ال هم عارفين ممكن كنت يعني لهم شايفين حاجة احنا مش شايفينها. فازا ما كتلومش على اتحاد الكرة. هم الناس دي gابوا الناس دي. فانت هتلوم بقى ايه? السيسلم اللي بتاع الانتخابية تعمل إزاي؟ أصلاً يعني طبعاً إنه مين اللي بينتخب أساسي؟ طبعاً يعني طبعاً ومصلحته فين؟ طبعاً على فكرة الكورة بقت 80% مصالح الأول كات 40% مصالح تلوقتي بقت 80% إنت مش فاهم قد إيه كويس؟ وعفكرة هيسهل تعمل مصلحة في الكورة وتنجح كمان الرياضة؟ أيها طبعاً يعني مفيش مشكلة تنجح إنت عملت يهدم ليه يا عامل؟ طيب حد يقولك طيب خلص الناس دي مش موجودة أو الاتحاد دا مش موجود وجبنا ناس جداد في رأي الأغلبية العظمة الناس اللعبة كورة يعني يقولك لأ لازم اتحاد الكورة دا يبقى كله من لعبة لعبة كورة يا فنم اللعيب الكورة على العين يا قراسي لعيب الكورة لازم يكون بياخد لايسنس أو حاجة يتعلم فيها لعيب الكورة طول عمر قاعد في الملعب ما بيتعلمش الإدارة صح؟ أنا ياسف يعني هو عند وقت يعني عند وقت يتعلم الإدارة لأ طبعا يعني الراجل بيشغل بيصحى الصبح بيتمرن بيعنده مطشاط كزا بيقعد سبعتاصر عشرين سنة في الملعب هيتعلم الإدارة فيه فما يخلص عايز ياخد كورس الإدارة ياخد كورس بقى كده بقى يخش في الإدارة عشان يفهم بس الإدارة يعني ايه انت ستين في مئة من اللي قيب تلكورة ما بيكمش تعملها أصلا صح أنا صح ما يكملش التعليم ولو حيكمل الشهادة من الشهادة يعني حياخد الشهادة كده حب يعني بالحب صح فازاي عارف دي يا جماعة لازم يتعلم إدارة حسام غادي مسلا فوركزامب ومش بياخد كورسات بياخده بيها هتعلم أنا بشوفت ناس بيعناي بتشوف أنا خالد بيبو فوركزامب أخد كورسات قد كده ما تدرش تحط وقيد سليمان تدرش تحط حد على كورس يدير غير ما يكون بيه عارف يدير إزاي مم ما تقوليش باكراوند كورة وبس ونجم كبير وأسطورة باكراوند كورة مدرب تمام عشان داف الملعب شغال قريدي وحتى دي طبعا بس من كتر ما شافه مدرب ماشي يعني ده السكة بتاعته اللي انت طبيعية لكن يدير دي شغلانها تانية خالص بقى جماعة شغلانها فيها وراء وقلم وكمبيوتر في حاجة كتير قوي يا جماعة مش موجودة ما تعلمهاش هو على فكرة دي مش حاجة تعيبه هو الراجل شغال في حاجة تانية خلص يتعلم دي يبتدي يشتغل سهلة أنا صعب ولا ايه دي سهلة جدا بس انت في قصة الناشين دي انت عديتها بفكرة برضو المجاملات بس بس انت وتريه أكبر من فكرة المجاملات هقول لك عاف بيها حسابي دلقتي الناس اللي برا بيتاخد دلقتي سهرين قوي عارف يعني عاف ليه لأنهم ما شافين تالنت فقال لك هنفرج على التالنت ده ومتنيني تحفظ عليه بدل ما يتعك انت دلقتي بتوصل لسبعتاشر تمنتاشر انت عافش تاكتك مش عاف تقفك في المرعب كل مشاكلك الناس اللي طرعت كانت مشاكلها تأضبت الكورة برا عاملة ازاي فانت حتى وانت طلع على تمنتاشر سنة انت مش عارف واق تقف ازاي مركزك ايه انت تعرف اون 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 تعدي تعرف تعمل كده لكن متطلبات مركزك من الف الى اللي انت بتعرفهاش تخلي بارك فدلقتي بعملو ايه بعملو سكاوتيج دلقتي السغرين اول دميلي بعملو الناس اللي برا اه تعملو شغالونا فوق مقالك انت بتجيني بقى يعني انت منتصر انت مش عارف حاجة اه فتعالى بعد من التناصر ابا انا حبتدي ايه اركز معاك فابتدوا يلقطوا ناس سغرى واحدة في ناس كتيرة بتعمل كدلوقتي المنصريين خلي بارك في ناس بتطلع من البرا اه طبعا اه من ويه عندها اتناشر سنة بس اطلع بقى انت عندك التانت اه بس يعني انت عندك التانت بس مش عارف تناميه وبتناميه غلط اول راجل اللي حطك في المنع باعيس تفيد منك بطريقة معاينة في سن معاينة بس مش فرق مع انت هتتعلم ايه تعاست تكسيبه وخلاص صح? صحيح ضرر بش كده ضرر بيعلمك بقى من الالف الى الياء مش هيسيبك مش هيسيبك للصدفة طبعا ما ده انت فلوس بالنسباله خلي بالك الكرة فلوس الكرة فلوس انت النهار ده ميكون عندك مئة ولد عايز تطلحهم برا مش دول هتدخلوا الدولارات طبعا ولا انا بتهيألي ولا انا صح? مفروض صح ولا هي صحيح يعني اي حتة في الدنيا هتطلحها برا مصر هتاخد دولار واحدة من اهم يعني المدخيل الاقتصادية للبرازيل والارجنتين مثلا بيعي اللعبين اذا انا بلازم انت في مصر تقولي يا حبيبي اطلعوا بقى و هتطلعوا دولارات هتطلعوا بقى عشر دولار خمس اللي كل واحد وعلى قد ايه امكانياته امكانياته صح? هنقض بقى لكم في بعض هنا وندفع للناس بالدولار برضو هنا ازاي يعني ومنتخانق مع بعض وده احسى وده او حشو ده ومش ايه انت عندك ظروف تأقلم عليها اه تأقلم خلاص يعني مش ممكن هتدي لمدرب مثلا متين الف يوروب في انشار ليه عشان ايه ام ليه دي مشكلة دي رأيي انا عمير لا ما اكيد رأيك